الشرح لاحظ المثال الأول تجد كلمة اللوامة وهي مشتقة من الفعل الثلاثي المتعدي على وزن فعال للدلالة على كثرة حدوث الفعل ومثلها الكلمات سماع هماز لماز نمام صوام قوام ولاحظ أيضا كلمة شروب وكلمة أكول في المثال الثاني وهما مشتقان من أكل وشرب على وزن فعول للدلالة على كثرة حدوث الفعل وهي أيضا أفعال ثلاثية متعدية ومثلها غفور شكور حمول صؤول ققول لاحظ كلمة مقدام في المثال الثالث تجدها مشتقة من الفعل أقدم الرباعي على وزن مفعال ومثلها مهدار مفراح مغوار مئكال مزواج نستنتج من ذلك أن صيغ المبالغة صيغ سماعية تشتق غالبا من الفعل الثلاثي المتعد للدلالة على المبالغة في القيام بالفعل والإكثار منه ولصيغ المبالغة أوزان كثيرة منها فعال نحو سماع هماز لماز نمام صوام قوام فعول نحو غفور شكور حمول صؤول ققول مفعال نحو مهدار مفراح مغوار مئكال مزواج فعيل نحو عليم قدير بصير سميع فعيل نحو لبق ويقض فعله نحو همزة ولمزة فعيل نحو صديق سكير مفعيل نحو مسكين مضريب معطير قد تشتق صيغ المبالغة من غير الثلاثي الفعل أغار صيغة المبالغة مغوار أعانى معوان زوج مزواج طلق مطلاق ملاحظة كلمتا من شار ومفتاح تشتركان بين اسم الآلة وصيغة المبالغة موسيقى موسيقى